موسيقى اخوتي اخوتاتي عائلة برنامج ديرها غازوينة مرحبا بكم في حلقة جديدة والتي اختارنا نتكلمو فيها على المصير ديال بعض الخوانة ديال الوطن وبعض المتواطئين ضد مصالح بلادهم من ذوك اللي وضعوا يديهم فيه ثلاثيان سنبدأوا حديثنا بهذا كإبليس غضبان اللي تتبب في تحقيقات ومتابعات تورطوا فيها بعض المسؤولين اللي كانوا كيمولوه منهم سايد فكاك وعبد الله بوصوف اللي اعترف بعض متلسانه أن إبليس كان كيبتزه وهو اعتراف كيعني أنه بالرغم من المسؤولية الثامية اللي كيتحملها أركاء وخناع الابتزازات ديال إبليس غضبان داب عبد الله بوصوف وسايد فكاك راه تم استدعائهم واستمعات لهم الشرطة القضائية والميلف ديالهم باقي مفتوح ولكن فين توخرت التواخر بإبليس غضبان المعطيات المتوفرة دابة عندنا أنه موقوف وأنه قيد المتابعة في حالة اعتقال بإيطاليا بخصوص موضوع الاتجار بالبشر والمشاركة بتهريب الشباب بإطار الهجرة غير شرعية مصير شخص آخر شفناه هاد الايام وما كانت شفوش فيه حال ما يبغيش العدو العدوه ديال الراضي الليلي الراضي بالدل والمهانة والخيانة شفناه في فيديويات تيه بين السحاري والقيطار هاد الفيديو لتاقطو ليش يحد وهو في محتجزات تيندوه وخارب المخيامات والضيور القصديرية والعشوائية ديال المحتجزين الله يتبقى سراحهم كيدير جولة في منازل مصالحة يسكنوا فيها حتى الطبات كيفاش تكون صالحة لبشر لا طرقان ولا تجهيزات ولا مقومات ديال الحياة والو بح كيف كيقولوا الوليدات الصغر غير الشيح والقحط والريح من بعد العز اللي كان كيعيش فيه في المغرب وكان كي يظهر على الشاشة في نشاط الأخبار الرسمية وكي يلبس أحسن ثياب وكي يرفق الإعلاميين ونجوم التسابع شتة ملكية جديدة هذا اليوم قام بها صاحب الجلال الملك محمد السادس نصر الله بالجماعة القراوية ليوين وترقى وساي التابعتين لإقليم وكان فيها مثل عز ديالو كي يجهر بقوة بحقيقة الأمور بمغربية أعزز فكرة أن الصحراء مغربية وهي مغربية في كل تأكيد رغم كيد الكائدين ورغم تسلط المتسلطين ورغم فعلا هؤلاء المسؤولين لا يحيرون أي اهتمام سوى لمصالحهم والكراسة التي يعيشونها ولكن اللي مسخة أمه والتي تقول باللسان هو باللي كان ما يزورهاش إلا ما دارش الخير في أمه اللي ولداته ورباته كيفاش غيدير الخير في بلاده كيفاش بحال هذا ما يخونش وما يكفرش وما يشهدش انسمعوا الواليدة دياله الله يكون في عون الكبدات الضغبية دياله وانا مغريبي وولدي مغريبي سمعت؟ والله يهدي يولادي رانيني بكي الليل والنهار بيالي خلى أولاده أولاده رام في الرباط في السلاء في الساكنين دارهم فم وساكنين في سمعت عنده ولده ومناته ثلاثة وعياله الله يكون في عون كم منتي اليوم ما خسرت عليه الضاير غير هاك جوج دينارات وثير للقيطار بحالك بحال المحتاجة شفناه في الفيديو في وضع نفسي مرتد بحالي لا بدا يجمع عليه الهبان الله يسترنا ويستر كل مومن شفناه في وضع صحي ما كيبشرش بالخير وجهه بنت فيه الشيخوخة قبل من وقتها وكيبان شاحي بالوجه بحالي لما دقش النعمة طيمانة ولا جوج وشبنا للباس اللي على كتابه حالته رثة حنا ما كنقولوش فيه حيث دايما كنا كنقولو الله يرتبه والعشرات من الفائلين ورواد التواصل الاجتماعي داروا مقارنة بين كيف كان وكيف ولا كيف كان كيعيش في المغرب مؤسس مكرم وكيف كان ولم بهدل ومجلول في فلاد الغير حالته خصتها غير هيدورة وعكاس وفين ما راح الليلي بات هاد الليلي الراضي بالدل والمصخ والمهانة في البداية ردوا النظام الزايري خماس عليهم وكون لقى الغنم يسرحها غاي يسرحها ما دام لقى موصل اللغوي ديالو عامر بالغنم وزريبة داروه الكابرانة تخماس ومسحوليه نيفو في الطراب ومن بعد رسلوه يتشمس في التحاري ايوا بين تخميسه وتشميسه مبقى رباح الله يرحمك ابو جميع ديالناس الغيوان قال الحدية اه حدية قولك ماذا الموفى وقال لها بدلتيني بدويرا مخربقة والنواحي نوح والذبال والحمارة اه اه احدية قولك ما زال موفى بدلتيني بدويرا مخربقة ودواحي نوح والذبال والحمارة ايوا ارن ضربو عليها الرش مع ناس الغيوان شوف السرا دي الليلي العنش الشيطان وارجع لبلادك والوليداتك والعائلتك رهما زال الوطن غافور رحيم أما المرابط المغالب التائه في خريفه هذاك ما هو سجين بحبس ولا هو بريوح في الصحاري هذاك صبح سجين الأمراض النفسية اللي هجمات عليه من كل قنط دير شابه فقراثه حيث ما راضيش بصلعته كيف الناس وكيبان يمصف سنانه وشواربه ولا كيتوقف من المصطن سنان كان عليه غير يهز معه العود ينتمضي في سنان يعني لك يغضر أنا بعدك يعيفني خاصة إذا طلع في اليوتيوب وأنا كناكو هنتم مسمع أخوتي وكان عتادر زوار موقع بك الله إلا دخط 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 خطوتي الزازق دخط صحيب ما ليه أنا تصبح هذا أخوتي أعود بالله من الشيطان الرجل أكثر من هذا الشي السيد غير يكور ويعطل عور ويلح وكل مرة يقول أنا مصادر موثوقة وأنا معلوماتي صحيحة وأنا عارض مزيان وأنا فاهم مزيان ما بقى غير يغني لينا وأنا وأنا شوفوا حالتي أما الحقيقة هي راه غير كيهترف وتعيه بالخريب البحر اللي كيعوم فيه ما عنده شطان الله يسترنا وكيدعي عنده أخبار ببنية كاملة ومن اللي يشوف صحيبه دي الإيطالية تشد بدك يتشوفها فيه كيف دار مع دوميا الفلالي ورجلها سبحان الله كاي بقى يدفع ضحايا حتى كيطايحو وكايتبرق منهم من أول دقيقة دب أنا نصيحتي لهذا المغالط واضحة عافكي لما احترم دوك جوجد الناس اللي كيصدفوك في اليوتيوب ويتفرجو بيك أو ربما يتفرجو عليك باش يسخروا منك كتجي تتكلم معهم وانت كتمصت في شواربك ولثانك تقيل وذاكرتك منخورة ومرة مرة كاتتيه في الحديد وكاتنسا أشي قلتي دب أقرى لينا دوميا الفلالي اللي خرجت الخيانة نيشان ما كان قصدش خيانة زوجها منها ليه؟ كان قصد خيانة وطن عرض بيت هذا اليوم في فيديو كتزور فيه التاريخ والحقائق وجايبة معها شي مزور يساعدها ما لقوا فين شطحه غير فوق القعدة ديال الحقائق لموتقوا ولمتطورها ولكن الملخص ديال حلقتها كاملة هي أنها جات باش تدير البيع لنظام الأسكر الجزائري جات هي وشي صاحبها باش يبايعوا عالنا نظام الكابرانات وحيت الكابرانات بغوا يمرهون يفهف الغيس كيف داروا مع الليلي؟ لزموها تطرح علانية أن المغرب هو اللي خانجوره مع الجزائر وأن النظام المغريبي مع الشعب المغريبي هم اللي حقاره وحقره على الجزائر بالنظامها وشعبها ليواش مقام يتقال؟ من بعد ما طردتها الصين وهربت الفرنسا وعانقات الكابرانات والدينار الجزائري خرجت كتنكر للشعب المغريبي يعني في نفس الوقت كتنكر الوالديها والعائلتها والجيرانها دبال مغاربة في عهد الاستعمار كانوا يطلعوا ديور الخوانة كون كانت هذه الدمية في هذا الزمان وخرجت من فمها هذا الخنز كون عمروا بيتها بالخنز كون عمروا فمها بلعفن ولكن حرز عليها جاءت في العهد للمغريب كيحترم بشكل كبير حرية التعبير وكيحترم حقوق الإنسان هذا ماشي عيف بالعكس هذا فخر لبلادنا وحنا ما عمرناك ندعاة للعنف والتمييد ابدا ولكن تصوروا معايا هادي تكون جزائرية او عايشة في الزير في هذا الزمان واش غايسمحوا لهذا تشدق بهذا الخنز والعفن اللي كيخرج مند القومة دبال اللي ما كيحترم حقوق الناس وحرية التعبير وكرامة الشعوب هي هاد الفوجيتيف اللي هزا ساكوشا وهاربة من بلاد لبلاد تاريخها بنتي ما كيرحمش وطاريخ الشعب المغربي بناه بالنضال وبالوثاء ما بناهش بالخيانة واش نختم كان نطلب منك تخصي ولو خمسة دقيق في النهار باش تقرأي شوية سيري تقرأ يا بنتي حسن ليك باش ما تتحكيش فيك الناس راه فرنسا ويتك عوجة وعربيتك طيحين لهذا السنان راه التفاهو الأمية ما بقاتش لايقف عد الزمان والتاريخة بنتي راه ماشي طاس كان غسله فيه الدينة اما هادك الفوجيتيف الاخر ديال كندا ذكريا مومي با ينزهق له الفريخ قال ليك الحموشي إلا مشى لشي دولة أوروبية يعتقله حيث متابع عبدالطيف الحموشي مشى لإسبانيا غير الزمان الفيتا واطلق مع جميع مسؤولي الأجهزة الأمنية الإسبانية واحتام عمالك إسبانيا يوفين تدروشة كذلك؟ جاوب المشتهد وجاوبي احتمت يا أمل بودربالة ديالقبرط حاصول هاد المعارضة غير ديالجوجتريات ولا احتصحكم خير وديرها غازوينة